طبعا أول ما بتيجي الأجازة الطلاب بيكون عندهم وقت بالنسبة طبعا ليه التمرين بيرتاحوا بيناموا برحياتهم بيصاروا بيعملوا كل اللي نفسهم فيه لكن أول ما بيدخلوا بقى للدراسة بيكون فيه صعوبة في تنظيم الوقت بعد رجوع للمدرسة وقت المذاكرة وقت التمرين وقت النوم مفيش صهر عشان كده ناس كتيرة جدا بتقرر أنها توقف الرياضة تماما خلال فترة الدراسة اللي مش عارفة تنظم وقتها وقت أولادها يا جمال عشان كده احنا النهارده عايزين نعرف ازاي نقدر نخلي أولادنا ينظم يومهم بالمدرسة وبالتمرين وقيا نرحب فيه فقرتنا النهارده بدكتورة شايماء هلالي استشاري علم النفس التربوي عشان نعرف كل التفاصيل دي بنا صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور أجازة خلصت ودراسة ابتدت وما بين بقى تمرين وبين مدرسة وما بين حتى لو الأكتيفتيز اللي ليها علاقة والأنشطة اللي ليها علاقة حتى إن كان بدراسة أو بقى الرياضة لو فيه حد فعلا محترف في الرياضة معينة بيبقى فيه سفر فكرة تنظيم الوقت حتى اللي بتبدأ من تنظيم وقت النوم وتثبيت وقت النوم هي صعبة جدا عملية صعبة جدا على الكبار قبل الصغيرين أعتقد طب خلا تبدأ الأول بتنظيم وقت الأهالي وبعدين ندخل على نظم وقتين عشان نعرف ننظم وقتين أكيد هي الفكرة في التنظيم الفكرة في مبدأ التنظيم نفسه يعني فيه ناس أنا بتتفاجئ إن المدرسة بعد بكرة ده مش صح إحنا وكله بقى بيكربس وكله بصرف مبالغ هائلة وبتعصب وبتدايق لا المفروض إن إحنا لما بنبقى عارفين المدرسة معادها في شهر كذا في يوم كذا ببدأ قبلها بوقت كافي أنظم يومي أظبط دماغ أولادي أظبط يومهم أظبط عددهم قدي إيه الوقت الكافي ده؟ مش أقل من أسبوعين مش أقل من أسبوعين لكن فيه ناس بتبقى قلنا باخد أسبوعين من الأجازة برضو دكتور معلش بس إحنا عشان نرتاح في السنة الدراسية علشان الموضوع ما يبقى الشادد لإنه فيه ناس بقولك إحنا بنشتري بقى لشوز والشنطة وإحنا نقصنا كتب ونقصنا دفاتر والدنيا بتبقى الكربسة وده كأن إحنا اتفاجئنا أن المدرسة بكرة ولا بعد بكرة ده في حد ذاتها طريق التفكير غلط فإحنا لو إحنا ككبار أو أولياء أمور عرفنا النظم ده عرفنا نهندله ونظبطه هيتنقل بالتبعية لأولادنا فإحنا من باب أولى إحنا مبدئيا نبادئ نبادئ كده نحدد أهدافنا ونظبط جدولنا ونظبط دماغتنا والدنيا تتاخد خطوات مش كله كده علشان ده بينعكس سلبا على نفسيتي وعلى فلوسي وبالتبعية على أولادي في قلبية شادت مشدودا الأولاد مش قادرين يستوعبوه برضو إن دخول المدارس ده بيبقى أصلا ضغط مش عليهم هم على الأهالي قابلوهم والله إحنا يعني هو ضغط بمزاجنا يعني إحنا اللي عايزين نعلم أولادنا ومختار لهم نوع التعليم ومختار لهم نوع الرياضة ومختار لهم إن إحنا اللي بقى مضغوطين وعايزين نشوف نجحنا فيهم فإذا كان ضغط بس أنا مختراه فهو ضغط للطفلة هو مش مختاره فهو ضغط على الطفلة أكتر هو مش مختاره خالص هو مش مختار حاجة مش عايزه ومش مقتنع به بي زوية يعني حتى يقول جبتلك عشرة من عشرة أنا النهاردة كنت مؤدبة حتى تعمل ليه فهو عارف يعني حس الموضوع كله أنا بعمل لك أنت يعني أنا مش مقتنع بالأكتف دي كلها مش مهم بس يعملها يعني مش مهم بميعملها أكيد هو إلزام هيا يستفيد بعدين هيا ربا دي بس يعملها بس هي بدي بقى ضغوط على الطفل مش مبررة ومش مقتنع بيها فبدي ضغط أكتر كمان هو نفسيته صغننة وعصابه صغننة وضقته صغننة فإحنا اللي منختارين كل ده يعني القرارات في إدينا إحنا صحيح فهي دي طيب حتى قلت أنه إحنا أسبوعين صح؟ أسبوعين ده عشان نشتري حاجة المدرسة لكن تعالي بقى للجانب الآخر اللي هو ترتيب اليوم برضو أسبوعين؟ لا ترتيب اليوم حيبقى لأ يعني أنا بحطه في دماغي بحط جدول وبعدين هنا بقى بنتلع على مشكلة كبيرة قوي الأمهات اللي مش محددة هدفها يعني فيه أناس مش محددة هدفها أنت عايزها رياضي؟ واللي عايزها منتفوق في المدرسة؟ الاتنين؟ واللي عايزها الاتنين تمام أنا عايزها الاتنين تمام بس ما ينفعه شيء حاجيب مش هينفعه أنا أجيب 95% في الدراسة وحطلع الأول في التمارين يعني مش صح لازم أتغافل عن حاجة يعني لازم حاجة وأنا اللي بقاوز يا دكتور ولا أنا بشوف قدرات الطفل؟ أو ميول الطفل؟ ميول الطفل وقدرات الطفل طبعا أكيد لكن أنا كأم ما ينفعش أبقى عايزها كل حاجة بيرفكت ما ينفعش أبقى عايزها ديب بتبقى طاقات خارقة يعني ماحتاجها فتلاقي بقى الأم بتصحي لولادي الساعة 4 صبح عشان نروح تمرين السباحة قبل المدرسة وبعدين نروح المدرسة وبعدين نرجع نعمل الهومورك عشان لازم نطلع الأوائل الأم اللي من النوع ده مش بتضغط نفسها وتضغط أولادها بس أنا عندي سؤال هي بتبقى تعبانة تمام طب حتك قلتي مش هنفع يبقى رياضي متفوق قوي ومتفوق قوي في الدراسة مظبوط طبين فهنفع يبقى مؤدب قوي ومتفوق قوي في الدراسة مؤدب دي لازم قوي مؤدب دي قوي دي قوي ومتفوق قوي في الدراسة لازم في كل حاجة في الدراسة في الأجازة أنا بلعب رياضة أو لا أبس لازم يكون عنده قدوة مؤدبة قوي أنا شايف الكلام لا لا يمس لازم يكون فيه فارق قدو مؤدب أوي طبعاً أكيد بس ده يعني إيه السلوك لو كلمنا على السلوك فحتلاقي يعني ده ده دي على جنب دي لازم يكون هو يتحلى بالسلوك الجيد في أي وقت أساني أنا أتكلمك في الموضوع التربية وأن يكون مؤدب أوي لأنه برضو دي مجهود كبير على الأب وعلى الأم إنهما ترد بالطريقة الفلانية ما ينفعش تعمل ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ده مجهود فده ضغط على الأب والأم في الحتة دي لا ده مش ضغط ده دورنا ما هو عشان هو ما بيسمعش كلام أقصد فنحس ضغط شوية وضغط ناحية التانية في المذاكر حقول لك ده الترد إزاي والبيهيفيور أو السلوك الجيد أو الطريقة الجيدة في السلوك ده ما لوش علاقة بضغط ده ما لوش علاقة بمدرسة أو أجازة أو تمارين أو 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 ده إحنا عايشين ده هدفنا الرئيسي في التربية إن هو يكون إنسان جيد سلوكيا جيد شخصيا سوي نفسيا بالضبط بصرف النظر هو بيتمرن أو لا بصرف النظر هو بيدرس أو لا بصرف النظر إحنا في المدرسة أو بتعلم international أو بتعلم national أو إيه نوع الأكتيفتي اللي في حياتي ده أنا دوري الأول كأب وكأم وهدفي في التربية أصلا من لما قررت أن يرتبط مش بس أخلف أني أجيب ناس أدعلمهم سلوكيا يكونوا جيدين سلوكيا ده ما لوش علاقة بضغطة المدرسة ده ده واجبي كأسرة في كل الأحوال طيب بما نحن نتكلمت أعتقد من أصعب حاجة فعلا بتكون فكرة الموعيد النوم وموعيد السحيان بدري وأن زي بقى الطفل حتى زي ما حضرك قلتي مش بس أولياء الأمور بيبقوش مضغوطين أولياء الأمور على القلب يبقوش مضغوطين أولياء الأمور على القلب يبقوش عندهم هدف أنا عايزة إبني يكون متفوق في المدرسة أو في الرياضة فأنا فهم أنا بعمل ده ليه الطفل هو مش فاهم وبيعمل ده ليه وعمل بيجري يجري يجري هو مش فاهم هو ده بيعمل بقى أنا بعمل كده ليه وما فيش حتى وقت مستقطع هو يتنفس فيه يعني حتى ياخد بيتي وغطف في الآخر يهو أنا جاي هنا عشان ألعب ده علشان أنا شحن جدوله بزيادة علشان أنا عايزة يعني من خبرتي مع الأمهات بتبقى المشكلة في الأم نفسها هي بتشتق أو بتكتسب مفهوم إنها أم مثالية أو جيدة لما ابنها هيبقى بيرفكت في كل حاجة ده مش هيحصل ولو حصل هيبقى نفسيا مضمر السؤال بقى هنا هو الولد مش هيممكن مقدرش يعبر عن كم الضغط عليه بس ممكن يبقى مش قادر يعني الولد طول الوقت تعبان الولد طول الوقت نايم مش قادر يعني يروح المدرسة مش بركزه نايم في الفصل يروح التمرين مش قادر حتى يتعلم إمتى المفروض الأم تاخد بالها إنها ضغطة الطفل الطفل بيعبر عن ضغطته مش بالكلام أبدا بيعبر عن ضغطته بحاجات كتير اضطرابات في النوم دي أول حاجة بدء النوم يضطرب الكلام يضطرب الشهية تضطرب الحمام يضطرب العملية الإخراج نفسه يضطرب في اضطراب الطفل بيعبر عنه بحاجات كتير قبل تعبيره بالكلام إنما أنا كأم لازم ألاحظ جدا الفروق الفردية بين الأطفال استعدادات يعني أنا ابني في أطفال لما بترجع من المدرسة بتحتك فاصل تفصل يعني تفصل نص ساعة ساعة علشان بعدها نبدأ الهومورك ينام يعني ولا يفصل إيه بزرح؟ يفصل ينام بقيلولة أنا ما بفضلش الأطفال تنام بعد المدرسة علشان يقدر ينام بالليل لكن بيفصل ما بقاش إيه ورا بعد ورا بعد ورا بعد يعني إحنا ترجعت من المدرسة فلاقي اليوم خلص إزاي بدأ إيه شيل الشوز شيل الشنطة يلا تشطف يلا الغداء يلا الهومورك يلا التمرين بسرعة بسرعة كله بسرعة فلاقي بالليل اليوم أنا ملحقتش أحضنه أنا ملحقتش أتكلم معاه في مشاعرك أتعامله إزاي لأنه بسرعة كله بسرعة استعدادات زي من الكبار الكبار فيه حد بيجي من الشغل يقول لك سيبني أفصل شوية وبعدين أرجع عيش سيبني أهدى مش لازم أنام لكن أهدى وفيه طفل يفضل أنه يدخل في الأكتيفتيز دي على طول ورا بعدها علشان بتبقى المكافأة بتاعته أنه الفاصل ما بين الهومورك أو بعد التمرين أنه ينام الفرق ده ساعة ساعة ونص تاكيور طعام بقى اعمل اللي أنت عايزه فبديل تبقى بالنسباله كمكافأة يعني وباي زوية حافز حافز لي أهم حاجة الأم تعرف طبيعة شخصية طفلها إيه استعداداته إيه هو يقدر يديك إيه وميقدرش يديك إيه علشان تزبط الساستب بتاعه أعتقد أن احنا بنتعامل في مسألة التمرين بتاعتهم إحنا كأوليه أمور معاملة خطئة شوية يلا بسرعة البس انزل يلا مش عارف إيه طب أنا ممكن أخلي أصلاً وقت التمرين ده بالنسباله هو الوقت اللي بيفصل فيه وبيروح بيلعب رياضة بيحبها بيتبسط بيقابل زميله في التمرين بيهزر مع الكابتن بتاعه ده الوقت اللي هو بيبسط بيحصل علشان كده أول حاجة قلتها لك لازم نحدد الهدف أنا عايزة رياضي رياضي يعني يرتقي لبطولات ورياضة وكده ده هدف مختلف خالص عن أني بيلعب رياضة برضو بس علشان ما يقعدش على الأجهزة كتير علشان أشغل وقت فراغه علشان يتعرف على الناس جديدة في حلقة ضغط هنا غير الضغط هنا ضغط أن يبقى بطل غير الضغط أنه يطلع من البيت ويمارس أمشطة يعني دي تختلف عندي في طريقة التعامل أو طريقة التأهيل نفسها ولا هو الطفل بخليه يلعب رياضة لو المدرب بتاعه أو هو عنده ميول أو المدرب شاف أنه هو عنده عنده يعني خلينا نقول استعداد أنه هو يبقى بطل أو رياضي أو أنه هو متميز فبعد كده بيتحول لرياضي ماشي بس ده بيتبعه إجراءات كتير يعني مثلا أنا دلوقتي عايزة بطل أو استعداده بين أنه بطل فهتغفل شوية عن أنه يجيب بعشرة من عشرة في الدراسة لأن البطل بيتمرن كل يوم ساعات أكتر بكتير من الإنسان الهاوي أو الرياضي اللي بيلعب رياضة برضه وعنده تمارين برضه مش محترف آه مش محترف مش بجهزه يكون محترف في اللعبة فده بيبقى عنده تمارين كتير حتى ليه عندنا في نظام السنوية العامة فيه درجات للرياضة علشان أنت بتعود وقت بيروح منك بيروح منك في التمرين بدل ما أنت بتذكر بيروح منك في التمرين فأنت بتعود ده بدرجات اسمها درجات رقفة للرياضة فده هي دي المفروض الكونسيبت فأنا عايزة أنا عايزة رياضي محترف واستعداده أنا مدخلة الرياضة علشان هو يشغل وقت فراغه ففجأة لقيت استعداده جيد والكوتش بتاعه بيقول لي لا ده يجي منه وممكن يبقى بطل فحتى غفل بقى الموضوع الدراسة شوية هقلل الدروس شوية هقلل توقعاتي أنا أنه يطلع الأول على المنطقة مش ده يعني أمانا هو هيطلع الأول في حاجة تانية لكن الأول في ده وده وده هو لازم يطلع الأول يا دكتور في حاجة؟ لا لا مش لازم أنا اللي لازم يطلع أول فيه النفسية واحد اتنين السلوك ده اللي لازم يطلع أول فيه ده اللي لازم أسعى لي سعي جاهدة أنه يطلع نفسية مستقرة حتى لو ما طلعش الأول في الرياضة وحتى لو ما طلعش الأول في الدراسة لكن اللي دمر النفسية ويخليها زيره أني أحب أكون كامل في كل حاجة فيتقال علي أم البطل دراسيا وأم البطل أكاديميا وأم البطل فيه اجتماعيا وأم البطل رياضيا وده ضغط على الولد نفسه وعليها عليك يا أم طبعا عليك يا أم طبعا في نهاية اليوم تعبت أعصابي وتعبت أعصاب أولادي والوقت عدى شد 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 وده مش صحة طب ده مناسب كل المراحل الدراسية؟ يعني زي؟ يعني الأطفال هم ابتدائي نتعامل معهم بنفس الطريقة زي ما يكونوا في إعدادي زي ما يكونوا في سنوي؟ طبعا ده 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 دي طبيعي التفكير لكن هي بتفرق في عدد ساعات النوم أو الراحة الطفل من سنة لثلاث سنين بيحتاج من 11 لثلاثة ساعة نوم ده علشان ينام نوم جيد نوم صحي نوم مناسب لسنه الطفل اللي من أول ست سنين لحد 12-13 بيحتاج من 9 ل11 ساعة بعدها بقى لما يدخل مرحلة المراحقة النوم بيضطرب تماما بنسميها مرحلة المراحقة ثورة الهرمونات فتلاقيه زومبي كده وقاعد فتح عينه مش عايز ينام نتنايمه بالعافية وتصحي أوقات بالعافية لا خلاص هتخص في الوقت ده بقى مش هننايمه يعني شخص يقدر يعتقد على نفسه بالزبط هو في دي دي نقطة طبعا جوهرية جدا لكن هو كمان يعني بيبقى النوم عنده مضطرب جدا فبيختلت بتختل بقى المنظومة بتاعت النوم لكن الأطفال اللي مجهدة اليومها مجهد بيجي على النوم فلما بيجي على النوم الدنيا كلها بتختلف نفسيا طيب ده عظيم جدا في النهاية عايزين من حديد روشيتا كده للأمهات وللأباء كمان إزاي يتعاملوا مع ولادهم عشان يقدروا ينظموا يومهم خصوان وإحنا لسه في تاني أسبوع من الدراسة روشيتا خلي الجدول مرن واضح واضح بس مرن يعني أنا محتاجة قوي نحط جدول أنا يوم السبت عندي تمرين كذا يوم الحد عندي درس كذا يوم اللي اتنين حنعمل كذا يوم الجمعة الفاميلي دي بتاعنا يبقى واضح علشان المقاوحة بتاعت كل يوم والهركب بتاعت كل يوم ده نقله قد ما نقدر فجو البيت يهدى يعني أنا محتاجة جو البيت يهدى فده محتاجة جدول واضح ولكن مرن ما يبقاش فيه التمرين والدروس والمذكرة والنوم والغدى والترتيب والتنظيم كله 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 ده بيضغط جدا فأنا محتاجة جدول مهوي لكن واضح واضح الطفل عارف أوله وأخره السبت سنعمل إيه الحد سنعمل إيه الخميس سنعمل إيه الدنيا واضحة بالنسباله ما تقدر يكون في يوم فاضي وكلوش حاجة الفاميلي داي ده ده مهم جدا وأهم يمكن من الرياضة والدراسة وكل حاجة شكرك يا دكتور الله على المعلومة دي في حال طبعا نشكر دكتورة شايماء هلال استشاري علم النفس التربوي نورتي ده في الصباح الخير يا بصر شكرا جزيلا صباح شكرا لكم